قال عز وجل واتخذ الله إبراهيم خليلا والخلة هي أعلى درجات المحبة وذلك أن المحبة قد تخللت قلب المشب فلم يبقى في قلبه مكان إلا وقد سرت فيه هذه المحبة والخلة قد ظفر لفضل من الله عز وجل بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام ونبينا قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين إن الله قد اتخذني خليلا وقال عليه الصلاة والسلام إن صاحبكم خليل الله وقال عليه الصلاة والسلام لو كنت متخذا خليلا فاتخذت أبا بك خليلا ولكن أخوة الإسلام ومودته وقال عليه الصلاة والسلام إني أبرأ إلى كل خليل من خلته وقد نال إبراهيم عليه الصلاة والسلام هذه المرتبة بعد أن امتشن بذبش ابنه قال عز وجل فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فالولد في مثل هذا السن يكون تعلق الوالد به أكثر فجاء الامتحان العظيم يظهر عز وجل خلوة محبة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لابنه فلما تفرغ قلبه عليه الصلاة والسلام لمحبة الله جل وعلا كافأه الله بذلك وقد لوشظ على عبارة أبي جعفر الطحاوي في عقيدته الطحاوية فقال ومحمد حبيب رب العالمين قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله قال هذا فيه شيء من القصور بل فيه قصور وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام ليس حبيبا لله وإنما هو خليل الله فوصفه بالخلة أبلغ في رفعة درجته من وصفه بالمحبة لأن الله عز وجل يشب عباده المؤمنين فالمحبة مشتركة قال عز وجل إن الله يشب التوابين ويحب المتطحرين ولذا فهو عليه الصلاة والسلام لما تبرأ من خلة أهل الأرض لم يتبرأ من محبتهم جاء في الصيحين لما ول عليه الصلاة والسلام عمر بن العاص على جيش غزوة ذات السلاسل وهي أرض السلاسل أرض أتاه قبل أن يسافر فسأله فقال من أحب الناس إليك لأنه ظن أنه لما ولاه وترك غيره من كبار الصحابة ظن أن له درجة تعلو غيره قال عليه الصلاة والسلام عائشة فقال فمن الرجال قال أبوها قلت ثم من قال عمر فعد رجالا ثم سكت خشة من أن يجعلني آخرهم فدل على افتراق الخلة عن المحبة وأما ما جاء عند الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن إبراهيم خليل الله وأنا حبيب الله ولا فخر فهو حديث ضعيف ولو قال قائل بما يجاب عما جاء عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام إن إبراهيم عبدك وخليلك قد دعى لمكة بالبركة وأنا عبدك ورسولك أدعو لأهل المدينة بمثلي البركة فمع البركة بركتي فيقال هذا حديث صحيش وموضع الإشكال أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل إني عبدك وخليلك فيجاب عن هذا من أن هذا تنوع في الدعاء لأن مقام الرسالة مقام عظيم أو أن هذا قبل أن يخبر عليه الصلاة والسلام بأنه خليل الله فلا تعارضا بينما جاء عند الترمذي وبين تلك الأحاديث المثبتة للخلة ترجمة نانسي قنقر